الدار بودكاست نحاول نظام الكابرنات التغاذي عنه وتجاهله على الرغم من وضوحه للجميع فشلت الجزائر في مشروعها الانفصالي وتحول وهم صناعة الدولة الصحراوية إلى نقطة حقيقية تثير الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام المهتمة بهذا الشأن فما الذي يتعين على هذا النظام فعله كي يقتنع هذه الحقيقة؟ على الرغم من أنها حقيقة مرة بالنسبة لنظام أنفق مليارات الدولارات على قضية خاسرة مثل قضية السنبات دويلة وهمية في صحراء المغربية فإنها تظل مع ذلك الحل الوحيد لطيء صفحة الماضي والتوجه الحثيث نحو المستقبل لهذا نصح عمر هلال الجزائريين بالقول أن أمامهم خياران إما الانخراط ضمن مقاربة سنمية تحترم مبدأ حصن الجوار والتسوية السنمية للنزاعات وإما التماد في إخفاق دليع وباهد الثمن لأجنلة البوليزاريو بمليارات الدولارات وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير الاقتناء أبسط المواد الغذائية تذكير الكابرانات بظاهرة الطوابير التي ترمز إلى فشل النظام في بناء دولة عصرية ليس قد فنو صخرية من الصعب الجزائري بقدر ما هو إبراز لمفارقة هذا النظام العسكري البائد وعندما ندرك أن الإعلام الجزائري والمسؤولين الجزائريين لا يكادون يتوقفون عن التعرف الوحدة الترابية لبلادنا والتحريض لدى استقرارها ويمدلون في سبيل ذلك جهود دبلوماسية وسياسية لا تنتهي نفهم أن رد عمر هلال هو أقل ما يمكن أن يواجه به المغرب هذا الزخم العذائي الجزائري المتواصل ولعل مواجهة هذا النظام بحقيقة فشله وإخفاقه في النيل من الوحدة الترابية يشكل خطوة استراتيجية مؤترة تأثيرا حقيقيا في نظر المنتظم الدولي والرأي العام الجزائري نفسه لكشف أكاديم هذا النظام وإيديولوجيته المقيثة ولعل من أهم مناحي هذا الكذب التحريف الجزائري لمفهوم تقرير المصير وربطه باستمرار بخيار الاستقلال مع العلم أن تقرير المصير الوحيد الممكن في صحراء هو الذي يمكن أن يثم تحت إطار السيادة المغربية على غرار مقترح الحكم الذاتي والمقاربة الجزائرية لهذا المفهوم تعري تماما لدعاءات هذا النظام وتفضح حياده المزعوم لأن الجزائر لا تربط فكرة تقرير المصير إلى بخيار الاستفتاء بينما يؤكد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة ضرورة الحرص على تجنب تفكيك سيادة الدول بأي شكل كان لو كان النظام الجزائري صادقا فعلا في دعم حق الصحراويين في تقرير المصير لما أرغمهم على البقاء في مخيمات العار بتندوف عرضهم هناك للتديق وقمع الحريات وفرد عليهم الطوق الأمنية الذي لا يسبح لهم بمجرد تفكير في خيار العودة إلى الأقاليم الجنوبية إذا كانت الجزائر تدافع عن تقرير المصير فلتفتح مداخل مخيمات الاحتجاز والتسمح للمحتجزين هناك بالاختيار بين البقاء في تندوف العودة إلى المغرب وتتلقى الرد الفورية والجواب المؤكد من هؤلاء الرهائن الذين يعانون عقود طويلة من الاستغلال والثنكين والحصار رفض الجزائر هذا الحل يعني أن الدعاء الحياد لا مانع له هو أن الإصرار على الربط بين تقرير المصير والاستقلال دون تمتاع المحتجزين بحرية التعبير عن آرائهم أو تجاهل رأي مئات الآلاف من الصحراويين الذين يقيمون في وطنهم بالأقاليم الجنوبية يعني أن الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية وغاية هذا النظام وأن الاهتف المعلنة ليست سوى شعارات للاستهلاك الداخلي واختلاق مناخ الخوف الذي يساعد هذا النظام على الاستمرار في فرض سيطرته على الشعب الجزائري المسحوق